أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله وبياكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى أقف عند معنى الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم ونحن نقف في ظلال هذه الطاعة الركن الثالث الذي جاء دائما أو غالبا مقرونا بالصلاة الزكاة حينما يقترب العبد من ربه بأداء الطاعة وينصلح حال المجتمع بها ومن ثم يتبدر إلى الذهن أشياء كثيرة وأسئلة كثيرة هل من الجائز أن يتم تنظيم هذه الزكوات أو هذه الفريضة أو هذه الطاعة بالقانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه صلى الله عليه وسلم الإسلام علمنا النظام أيوة وعلمنا أن شرائعه وشعائره إنما أتت لصلاح الأحوال وفي تطبيقها نرى الشريعة نظمت شأن العبادة فنظمت شأن الصلاة وأقيم الصلاة لم يقل أد الزاء أد الصلاة فقط وإنما قال وأقيم الصلاة إقامتها كشعيرة كشعيرة تميز المجتمع الإسلامي كشعيرة يرتفع فيها الأذان يصدح بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليلة نهار صباح مساء وهذا أيضا شأن الزكاة فالله سبحانه وتعالى في ذكره لمصارف الزكاة تكلم عن العاملين عليها إذن فهناك عاملون على الزكاة تعينهم الجهة المختصة بجباياتها وجمعها وهذا نوع من التنظيم لهذه الشعيرة هذه الشعيرة يمكن أن تؤدى على المستوى الفردي وفيها ما في حدود الفرد من معرفته بحاجة الفقراء حوله وفي محيطه الذي يستطيع أن يصل إلى معرفته لكنها إذا كانت على المستوى المؤسسي المجتمعي الوطني فإنها تكون أكثر تحقيقا للمقصود لأن المؤسسية دائما والمعلوماتية هي التي تعرفنا وتوصلنا إلى تحقيق المراد كلما كانت عندك معلومات أكثر عن حال المجتمع ونسبة الفقر فيه والفئات المحرومة قاعدة بيانات هذه القاعدة تساعدك مساعدة أكيدة في تحقيق مقصود الزكاة ولذلك فكان من مصارفها التي نص الله سبحانه وتعالى عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى فذكر العاملين عليها هنا دليل واضح على أن للزكاة مقصودا يحتاج إلى من يقوم عليه يحتاج إلى من يدعمه يحتاج إلى من يبحث في تحقيق نتائجه بدقة وموضوعية حتى نصل في النهاية إلى تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الركن الركين من أركان الإسلام دائما عندما نتعامل مع الأوامر الشرعية نحاول أن نترجمها إلى برامج عمل إلى إجراءات حقيقية تحقق مقصودها في المجتمع الإسلامي لا أن نأخذها فقط إثبات حالة لا أن وإن كان في إعطائها بشكل معين يعني إبراء للذمة لكن في النهاية ما هو المقصود؟ المقصود أن نخرج هؤلاء الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الكفاية ثم إلى حالة الكفاءة بحيث يكون لبنة صالحة منتجين قبل أن يكونوا مستهلكين من وظائف الزكاة أنها تحول الفردة إلى عضو منتج وليس مستهلكا كما نرى في كثير من مجتمعاتنا نبرة الاستهلاك تزيد على نبرة الإنتاج لا نريد أن نصل إلى المجتمعات المنتجة التي تستثمر في الإنسان وتبنيه قبل أن تبني البنيان وتعمره وتنظر إلى كرامته وإلى كيف أنه بنيان الرب سبحانه وتعالى أنه خليفة الله في الأرض مقصوده أن يحقق هذا الأمر المهم وهو لارتقاء بمستوى الإنسان من الحاجة إلى العطاء والكفاية والكفاية